أكدت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية ممثلة مصر أمام العدل الدولية ياسمين موسى على أن إسرائيل تتخذ من سبب الدفاع عن النفس كذريعة لاستمرار عدوانها ضد الشعب الفلسطيني مشيرة إلى أن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت مستمرة جاء ذلك خلال تقديم مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لهاي بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدم إلى المحكمة لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 إن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعديدا غزة مستمرة إذ تشهد 29 ألف فلسطيني حتى الآن وهرب أكثر وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي إسرائيل وبشكل متعمد وبشكل مستمر تعمل على خلق ظروف حياتية مستحيلة في قطاع غازة إذ أنها تفرد الحصار وتفرد سياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية وإذا ما وصلت تمنع توزيعها من خلال القيود وأعمال القصف المستمرة والآن تخطط لاكتحام رفح التي يوجد فيها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني إذ أن إسرائيل مستمرة في هذه السياسات التشريدية والتهريجية بحق الشعب الفلسطيني ويفشل مجلس الأمن الدولي في المنادى والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطيني ويستضح بأن إسرائيل استمر في هذه الممارسات وفي الضفاء الغربية إذ أنها تفرد كيود على الحركة وتكون بأعمال اكتحامات وتهدي منازل الفلسطينيين وتسمح المستوطنين بإسخدام العفض المواطنين الفلسطينيين وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير والبناء التعديل الخاص في هذا ذاهبة بحل الدولتين إلى المدينة